إيسا عبد الفتاح السلسي كان له تصريحات واضحة بخصوص حل الدولتين وأنه آن الأواني الاعتراف بالدولة الفلسطينية كيف رأيت هذه التصريحات؟ ده موقف الدولة الوطنية المصرية السابت على مر العقود لكن المرة دي كان مرة حاثمة وحازمة لأن كان فيه بداية لمخطط تهجير قصر ومخطط لتصفية القضية الفلسطينية وكنا بنتحدث أن كان هذا الأمر على حساب سيناء وهو أمر مش مطروح وليد النهاردة هذا الأمر كان مطروح في 1968 حينما خرج القبائل العربية في مؤتمر العسنة وقالت أمام في مواجهة موشا ديان وقالت له أن تلك الأرض أراضي مصرية ولا تدويل لتلك الأراضي بعد هذا الموقف بدأ يخش الإسرائيليين في سيناء آخر وهو تهجير أشققنا في غزة إلى إلى سيناء انتصارات المصريين في أكتوبر 1973 وأجهدت هذا الملف وفي أكتوبر 2023 تجدد هذا الحلم إلا أن موقف الدولة الوطنية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الحزم وبهذا الحزم ورفضنا لكل الضغوطات والإغراءات التي عرضت لتنفيذ هذا المخطط أجهد الحلم الإسرائيلي مرة أخرى في تهجير أشققنا الفلسطينيين إلى سيناء بالمناسبة كل تهجير من شبر داخل الأراضي العربية المحتلة في فلسطين هو احتلال جديد فموقف الدولة الوطنية المصرية يعتبر انتصار جديد ضد مخطط بيتم العمل عليه على مدار سنوات واللي يعرف كويس قوي ويدرس الجانب الإسرائيلي مسألة الزمن بالنسبة لهم هو كذب وقت لكن موقفنا الواضحة والحاسمة في هذا الملف أنقذ الدولة الوطنية المصرية في سيناء بشكل كبير وأنقذ تصفية القضية الفلسطينية اللي رئيس عبد الفتاح السيسي أطلق عليها مصطلح قضية القضايا